السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفاهم عام اليوم إن شاء الله سوف نقوم بشرح موقع كنز بالنسبة للأصدقاء الذين يشتغلون في أمازون كدبي وكذلك في ميرش باي أمازون والجميل في هذا الموقع هو أنه يعطينا الكلمات المفتاحية المربحة يعطينا جميع الإحصائيات الخاصة بالمنافسة عليها وكذلك نسبة الطلب والعليد من الإحصائيات الأخرى التي سأوريكم في شرح هذا الفيديو ورغم أن هذا الموقع لديه العديد من الطرق المدفوعة يعني اشتركات شهرية إلا أنني سأوريكم كذلك الخطة المجانية والتي ستغنيكم عن باقي البرامج الأخرى كبوك بولت هليون تين أو روكيت بوبليشر وسأوريكم في هذا الفيديو كذلك طريقة التسجيل في الموقع وطريقة الاشتغال عليه إذن على بركة الله لكن قبل البداية لا تنسى أخي أختي الاشتراك في القناة والضغط على إعجاب إن كانت هذه النوعية من الفيديوهات تعجبكم حتى أتمكن من إضافة العديد من الفيديوهات الأخرى المشابهة لها إذن الموقع الذي سوف نقوم بشرحه هو Seller App وهو موقع عالمي ومعتمد من أمازون لذلك جميع النتائج التي ستشاهدونها فهي صحيحة ومؤكدة بنسبة كبيرة إذن الآن سأوريكم طريقة التسجيل في الموقع أول حاجة نديره هو أننا سنتسجله من هذا الخنادي طريقة سهلة جداً نديره الاسم ديالنا بالنسبة لهذا الإيميل هذا فهو سوف يوصلكم الـ Confirmation لذلك سوف يكون لديكم هذا الإيميل هذا فبالنسبة للهاتف يمكنكم تديروا أي هاتف فوقيته أنه بالنسبة لهذا الموقع فالهاتف لا نحتاجه في العمل ديالنا الآن فمثلاً سنختار مثلاً ماروك من بعدها سندخل شرق مع الطيباطي ثم نديره الـ Password ثم Create my account ومن بعد كنتمشيوا الإيميل ديالكم ثم سوف تدخلوا وسوف تفيريفيو الأكاونت ديالكم سوف تدخلوا لهذا الرابط للصفة هنا ثم سوف ندخلوا جميل لكي تسجيلنا وكذلك المود باس ديالنا وسوف ندخلوا الـ Login هنا سوف نختاره بالذي نحن بقيعين في امازون وهنا سوف ندخل لدينا خاصية جميلة في هذا الموقع لما ينحن لدينا أي موقع آخر ويكون هنا اليوم ويكون أي موقع آخر لتوليد الكلمات المفتاحية فلاحظوا معي إخواني جميع الماركت أو المنصات اللي يمكن لنا نخدمو عليهم في امازون كي دي بي فهنا كيعطوهم لنا وبالتالي فإن هذه الكلمات المفتاحية اللي كنخدمو عليهم فهي كتكون مضبوطة جدا فمثلا الإحصائيات ديال الكلمات المفتاحية في أمريكا مش هي نفس الإحصائيات في United Kingdom لذلك إخواني هذا الموقع يعتبر موقع ممتاز جدا فأنا مثلا أشتغل في السوق الأمريكي أختار أمريكا ثم بعدها الـ Next ثم كما قلت سابقا بالنسبة للهاتف ليس مهم الهاتف فمثلا هنا أقوم بتجاوز هذه الخطوة ثم هنا يعني ما هي نسبة المبيعات أو الربح الذي تتحصل عليه مثلا شهريا فأنا دائما أختار هذه الأولى أقل من 5000 دولار ثم Next ثم هنا يعني لماذا تريد استعمال هذا الموقع فأنا هنا سأختار هذا الاختيار بمعنى أريد كلمات مفتاحية تساعدني في بيع الكتب الخاصة بي ثم Next ثم هنا هذه الخطط التي قمت بالتحدث عنها سابقا هذه الخطة المجانية وهنا خطة بـ 49 دولار شهريا وهنا خطة بـ 99 دولار شهريا وهذه خطة بروفيسيونال واللاحظوا معي إخواني فهذه الخطة التي سأختار فهي مجانية وهي تعطيني عشرة محاولات بحث عن كلمات في اليوم وليس محاولتان فقط أو ثالثة كبعض المواقع الأخرى لذلك سأختار هذه الخانة ثم Next وهنا تم إنشاء الحساب 100 في المئة لاحظوا معي هنا العديد من الامتيازات التي قدمها لنا هذا الموقع وهناك بعض الامتيازات الأخرى التي لا يمكن الاستفادة منها لأننا نشتغل بالخطة المجانية فما يهمني منها هو الـ Cure Tool يعني هذه الأداة الخاصة بالكلمات المفتاحية فأول تجربة سأقوم بها إخواني ولاحظوا معي هنا يعني هنا الموقع يخبرني بأن هذه الخطة صالحة لسبعة أيام فليس هناك أي مشكلة سأقوم بالإشغال بهذا الموقع بـ Emile في هذه سبعة أيام وبعدها سأقوم بإنشاء حساب آخر سبعة أيام أخرى وإن كان لديك مال فليس هناك أي مشكلة بالإستفادة من الخطة الخاصة بـ 50$ في الشهر لأنها مقارنة مع الامتيازات التي سيوفر لك هذا الموقع فهي تبقى جيدة جدا إذن حتى لا أطيل الفيديو سأقوم باختيار مثلا Keyword أشتغل عليها وكما تعلمون دائما أنا أشتغل على كتب التلوين Coloring Book إذن سأحاول أن أجد بعض الكلمات المفتاحية الخاصة بالـ Coloring Book إذن لاحظوا معي إخواني هنا العديد من الكلمات المفتاحية لاحظوا معي إخواني عددها وكم من صفحة سأستفيد منها يعني 20 صفحة وهذا جميل جدا فكما تلاحظون في Helium 10 فلا يمكنكم الاستفادة من الصفحات الأخرى أما بالنسبة لهذا الموقع فيمكنكم الاستفادة من جميع الصفحات لاحظوا معي إخواني 20 صفحة وكل صفحة بها العديد من الكلمات المفتاحية إذن ما يهمني هنا هو هذه الإحصائيات لاحظوا معي إخواني في هذا الموقع كذلك يعطينا إحصائية سيبسي الخاصة بالحملات الإعلانية لمن يقوم بإنشاء حملات إعلانية فالجميل في هذا الموقع لاحظوا معي هنا إخواني فهو يعطيني مثلا براود هي التي أستخدمها دائما فهي التي تعطيني جميع الكلمات القريبة من Coloring Book أو التي تتضمن Coloring Book أما هنا بالنسبة لإفخاز فهو يعطيني جميع الكلمات المفتاحية التي تحتوي على Coloring Book أما بالنسبة لإكزاك فالموقع يعطيني فقط الكلمة المفتاحية التي قمت بإدخالها يعني عدد الإحصائيات الخاصة بها فقط لذلك فأنا دائما أشتغل براود فهنا كما تلاحظون هالكلمة المفتاحية هاي يعني الأكتر لأنها هي الأقوى وهي المربحة وهنا كما تلاحظون فهنا نسبة البحث على هذه الكلمة شهريا فكما تلاحظون من هذه الخانة وهنا في الجانب لاحظوا معي إخواني يمكنني إظهار وإخفاء بعض الإحصائيات التي لا أحتاجها فمثلا سبسي لا أحتاجه أقوم بإخفائه وكذلك هذا الإخطير كذلك لن أحتاجه إذن هنا قمت بضبط هذه الإحصائيات التي تهمني ثم من هنا كذلك يمكن فلترة هذه النتائج حتى لا أطيل الفيديو فيمكنكم الدخول إلى الموقع واستكشاف جميع هذه الميزات التي يعطيها لنا هذا الموقع وهي مجانية والجميل في هذا كله هو أن هذه القيم تكاد تكون متطابقة مع الإحصائية الفعلية في منصة أمازون لأن موقع أمازون يدعم هذا الموقع إذن إخواني في أخير الفيديو أي مشكلة واجهتموه أو تساؤل أردتم أن تطرحوه فما عليكم سوى وضعه في التعليق الخاص بهذا الفيديو وسأحاول أن أجيبكم عليه أول بأول وإن كانت أخي أختي هذه أول زر لك القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس يصلك جديدنا أول بأول ودمتم في رائعاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر